الثورة الرقمية في عالم اليوم يمكن الاستفادة منها بشكل كبير لنشر الثقافة هناك استفادة كبيرة من وسائل الاتصالات الإذاعات القنوات الفضائية والأرضية لنشر الثقافة لا يمكن نشر الحق إلا من حيث انتشر الباطل الوسائل التي استفاد منها الباطل أو الثقافة التي تعارض ثقافتنا الإسلامية هذه الوسيلة من أين نشرت ذلك الباطل يمكن الاستفادة من نفس تلك الوسيلة لنشر الحق يعني مثلا كمثال للتقريب الذهن إذا الباطل بالسيف يتقدم المقابلة معه لا يمكن أن تكون باليد أو بالعصى يجب أن تكون باليد بنفس الوسيلة التي يريد أن يتقدم توقف تقدمه بتلك الوسيلة إذا جاء بالسلاح الأقوى ردعه يكون بالسلاح الأقوى إذا جاء بالإذاعة والإذاعة تصل إلى كل بيت لا يمكن أن يكون مقابلته بالكلام العادي المجرد وإنما يجب الاستفادة من الإذاعة أيضا إذا استفاد من الفضائية يستفاد من الفضائية إذا استوفاد من الأساليب النفسية يستفاد في مقابله من الأساليب النفسانية يعني إذا ذاك استعمل الوسيلة بطريق غير سليم ينبغي علينا أن نستعمل تلك الوسيلة بطريقة سليمة لنشر الحق أو لإيقاف مد الباطل